عزي إيماني لفضي قرآني وسلوكي أده ربي رباني اللهم رادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأزمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إنه كان في أهله مسرورة هل السرور يكون دائماً على كل إنسان أو السرور يأتي لحظات وينضي من الذي يكون مسروراً في أهله إنه كان في أهله مسرورة مين الذي عرف ربه وانقاد إلى ربه في كل أمور حياته يكون عند أهله مسروراً ولكن ليس كل إنسان يكون في أهله مسروراً فالمترث فالمترث أن لا يظن نفسه أنه عايش يعيش بنعمة وهو الفرح المتنعم والمتوسع في ملاذ الدنيا وجهواتها وهو الذي أطغاه أطغته النعمة وتعيان النعم يأتي إلى الإنسان ويظن الإنسان أن هذه نعم ولا يدري أن هذه النعم هي نقم وهل النعم تكون نقم؟ نعم النعم تكون نقم على صاحبها إن لم يعرف الله بها كثير من اللي أعطاهن المال أحدهم كان عنده غرفة قرابة ستة أمتار بستة أمتار وارتفاع السقف أربعة أمتار كلهم عباية مال والباب لا يفتح إلا من بره إذا فات لجوه بدأ يسكر الدقر تبع الباب حتى يحسن يطلع فنسي يسكر الدقر وجاب الليلة يشئ على الغرفة فاتوا عليه جوه دوروا عليه ما لقوا ما أحد عرفان وين والغرفة اللي فيها المال المفتاح فيها بالباب من بره ما خطر لباب أنه فائز على الغرفة بالليل يشئ عليها دوروا بكل الأماكن ما لقوا إجوا على الغرفة بذن نشوفوا الغرفة شوفوا فيها فوجدوه ميت في الغرفة جار حاله وكاتب بدمه الإنسان الذي قتله ماله كتبها بدمه ومت الإنسان الذي قتله ماله والحقيقة أنني عندنا مصاري كثير إذا سألنا بقول هذا لمين من عنده هذا لمين ماذا يقول مالي ماذا يعني مالي يعني أنت مالك شي أنت ناطور على هذه الأموال وجيب عليك أن تحسن التصرب بها وإلا سيكون تلفك بمالك لا تنغرب المال فليكن لك غرور بالله عز وجل ولتكن إنسان ليس لك في أهل الحياة إلا إلهي أنت مخصودي ورضاك مكتوب الترب في الإسلام من كبائر الإسم يعني من كبائر الزنوب فقد وصب الله سبحانه وتعالى المترفين المترفين بالظلم وأذرهم بالعذاب بالدنيا والآخرة لمين المترفين هل كل غني مترف أنا تشهدوا فيه غني ولا فقير في أغنى مني إنسان في العالم يعني يملك البنوك يحسن يجمع هذا البشر حوله فأنا غني بكم بل لكن أنا مصفى فقير وهل الغنى بالمال أو بالجاه أو الغنى بالعلم الغنى بثقتك بالله عز وجل هذا الغنى أن تكون واثقا بالله عز وجل وأنت واثق بأن الله سيعطيك أكثر ما تحتاج أنا عندي يقيم كل إنسان موجود بالحياة الله عم يعطيه بأكثر ما يحتاج بمئات مرات أكثر بمئات مرات أكثر من حاجته لماذا عم يعطيه لأنه يستحق أو لا يستحق فعطاه الله فخط لمن يستحق أو الذي لا يستحق يعطيه حتى يؤهله للاستحق وهو صاحب الفضل والكرام والعطاء والإحسان ولقد حلل الخرآن الكريم الترف وأختاره تحليلاً دقيقاً مبيناً أختاره فالترف مهلك للأمم في الدنيا أول برض يصاب به المترفون والوزن إذا ذات ثقل على القلب وهذا يزيد وزنه ويموت بكير وامتقال الوزن امتقال على القلب العاقل يجعل وزنه معتدل ماهو الطريقة نعمل الرجيم للتشهر لذلك ننزل وزنه لا 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 عليه الصلاة والسلام علمنا الطريق حتى ما نسمن ولو تمسكنا بهدي سيد المرسلين لا يمكن السمنة تؤثر علينا دخل كجوحك قال نحن قول لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا اللام هو المكسورة أو مطوع ما بعض لنشبع أو لا نشبع شو حركة اللام وإذا أكلنا لنشبع أو لا نشبع المسلمين فهموا الحديث لنشبع والشبع والشبع أمر خطير على صاحبه أما النبي عليه الصلاة والسلام قصد بها النفي لا نشبع قوب عن راكب دوعان هل أربع خمس لأم الأخرانيات بلاهم أنا وسد وزني تسعين خمسة وتسعين عملها لجعنا لطبا هي أدوية للهتي فخطر على بالي حديثين رسول الله عليه الصلاة والسلام أردت أن أعمل بسنته باكل كل شيء لكن الأربع خمسة من الأخرانيات بلاها بين امرأة تلعى السكر نصف المرأة هذا برنامج على كل وجبة يلحقني المرأة ونصف اليوم وبيدون الخبز ما بأكل لأن الرز يعمل إمساك الخبز يعدل فالرز يبدأ يكون الرز والرز يضع عشر بولات يصحن الرز أنا أطبخ الرز بول لكن يكون الفول ظاهر أكثر من الرز هذا ما جاهله الأكثر لمجدر هل نعلم بأن العدس في حديد أكثر من اللحم هل نعلم أنه البقلة والسبانغ يحمل نسبة حديد أكثر من اللحم لا نعلم ولم تعلم لكن هذا نحن وهذا أحلى وهذا أحسن أظن زماننا اليوم مع الحدث هو مجدر كان بزمان الأتراك يقول كشك بتطماج فترجمت التطماج طرعت الحدث يعني كشك بتطماج الكشك بعدس أكل مفضلة كلها غذاء والكشك خمائر تساعد على الهضم ما بعد حدا أكل كشك اليوم يعني الأكلات المنبوذة صارت بيأهد بيأهد بيأكل كشك بأهدس قلائل جدا أم محمد أم محمد بالسنة كان مرة بتأكل إياه يعني نوادير مع العلم أنه هذه أفضل أكل بيأكل الإنسان سريعة لخضن منين بدنا نشتري كشك أم نرأ ستوق أم نلاقي الكشك طحين طحين يضعون الحمد دائمون اتعلم وسأوا كشك لحالكم جبنا الحريبات براد ما اشتغل حمد لتاني يوم ما يستغل فيه يوم ما تعمل على الكب لا جيبي قليلا برغو الناعم وحطي يوم بالحليبات يقبو لك الميات وبينفش بعد ساعات بلن الحليبات متأخرين متى نفشوا تاني يوم تاكد منهم كشك أخضر قطعون شعب حطيهم على أماشي حطيهم الشمس الصبح العصر بتاعيهم لساعتهم طرايا فركيون لإيدك وعطيهم بالشمس بينجبوا كمية فركيون تشدي عليه هون بطال مطحونين يعني بالبيت واحد يتاوي كل شي أنا بشتغل بالبيت ومعظم الطبخات التي لا يعفوها أعلمون لها رحت مشوار لحلب طعمونا سألتهم شو اسمها الأكلية قال سفر جلية وصلت على الشام الثلاثة الخميس طبقت سفر جلية ولي كان معي الله يرحمه يوم شيخ أحمد راجح لما سألت أنه تسلو اللحم أول ما سفر جل قال لابنسل اللحم بعد منطبئ سفر جل وما منحط الحمض لا يستوي اللحم تعلم لابنسل 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 قالت تسكتني قال لي والله ما خطر لبالي أنك في هذه اللحظات ستسرق الطبخة وماذا تصير الطبقة عندك إذا العقل موجود في شيء صعب أنا بساوي أكلات ما حدا بيعرفها بتفنن لأنه بطوخ بإيدي أما كل كنت عارف التضخور بس ما عارف بتتفنن بتفنن بأكلات العدس لو كله حديد بالشتة السبانغ الخبازة البقلة يا أخي البقلة الخضار تبعها بيتحول بالجسم إلى رمال صح ماذا طريقة نخلص من الرمال نشرب 8 كاسات مي مع الأكل قبل الأكل بنزل الأكل بنحل بنطرح مع البول وما عد يصير عنا رمال لكن ننسأل ما هذا الشيخ طبيب والعالم العلم العلم أنت بحاجة له عندك سوء هضم بتأكل بالتأكل لك لا تتكوّم على معتك كل كشكي خمس أيام سيمرض لأن الكشكي تساعد على الهضم فيها خمائر أنه أفضل معجنات لا يوجد معجنات وحلويات أنه أفضل المبرومة أو البلورية أو النمورة أو البقلاوة أفضل كل أنواع المعجنات الأطائب لماذا؟ بأن الخميرة فيها عالية وكل إنسان بحاجة من خمسين إلى مئة غرام خمائر حتى يساعد على الهضم لا تتكوّم لا تأكل الحجويات ولقد حلل القرآن الكريم الترف وأخطاره تحليلاً دقيقاً مبيناً أخطاره فالترف مهلك للأمم في الدنيا الترف ما هو دخلت لعم شيخنا مساوي له صحنة طايف أكل وحدي سيروا وما مزايبون للكون قال لي ابني بدنا ناكل بعقلنا ما بشهوتنا ناكل بعقلنا ما بشهوتنا ما شو ما شتهينا ما ببطننا ناكل بالعقل العقل أن يكون الطعام بقدر ونبينا عليه الصلاة والسلام قال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلباً فإن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه قد من شباك ما في شيء والله بدروا يتحكم الطبيب شبه يعمل بذعب النصاري بده خذ هالدواء بساعد على هضم ما بيحتاج للدواء بس ثلاث ديام أقل الأكلك راح يتدهت فأنا أوصبت أنا متسطيح أنا آعد اللهتي دائمة ذكرت كلمات في شيخنا الله يرضى عنه قد تولى إذن ما سأسأل ولا طبيب لأنه ولا طبيب فاغني سأرجع استعمل دواء شيخنا حسب 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 أبن آدم لقيمات كلام سيدنا رسول الله يقمن صلبة لأنه لأنه ضمن حاشتك بعد ما منشفع من المجدرة قطعتين حلو وشوية فواكي ما علي الحسين أخونا فاس كلوا بس خففوا الأكلاك إذا فيه وراهم شيء كان الله يرحم شيخنا ينزم قبل ما يبدأ يقول شو فيه غيره يجيبونا الآخر لا يعني شو فيه عنا يجيبوا الفواكي فيه شيء غيره لا نخليه مطلع الفواكي يأكل خمس الأماد سبع الأماد ونشفع خليه مطلع لغيره فيه ناس يضع الصحن عبي يفوت منهم يطعم لنيك دخلكم نفسي عبيدي ما أعمل ما أبدأ دوا خفف أكلات ترتاح هذا العلم ضروري تتعلمه وكثيرا أنا أسمع من طبيب لطبيب لا يوجد دوا والطبيب على علم أنه لا يوجد دوا لكن ما أبدأ يعمل بدأ يبطل كشفية بدأ يكتب راشيتا ولو خيال مرة واحد يجب لي راشيتا أني لا أريد تشتري الدوا لأرجيك ياها تنر والعمل السيدلي أنه عطيني هذه الدوا جاء بالدوا هل نعلم أنه الدوا ميو سكان وصباغ دوا أنه هذا في شأن الرجيم يصير عنده هبوط سكري مرات الطبيب يقول له أن المريض يريدك إبرة يجيب الإبرة ويشكه وما يعطي الإبرة لأنه لا يوجد شيئا لها لكن يا دكتور لماذا يكتويت قال أخي أنا أوهمته أني عالجته لأنه لا يوجد شيئا وأنا أعالج مرضاي بالوهم بشكل إبرة وبقيمها ما يعطي شيئا لأنه لا يوجد شيئا عندما أخذت لك إبرة هلأ تتنشط وترجع لا يوجد بلد هذا أسلوب يستعملونه أهل الخبرة لا يوجد أهل الخبرة المتقدمين في السن يماري عليهم تجارب الحياة يستعمل هذه علاجات مريض لا يوجد شيئا لكن خفف أكلك شيئا خمسة عشر يوم إن شاء الله لا يوجد شيئا يعالجه التخفيف الأكل ليس دواء أنا أشوف لكم بردائي ما أطعي محل بعرضة ماذا يقول الحكيم العليم وكم قسمنا من قرية كانت لالمة وأنشأنا بعدها قوة آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقدون لا ترقدوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون هذا الخطاب للمترفين هل الترف ممنوع ما بعد هل الترف ممنوع إذا الترف ممنوع أنا من المترفين بنام نام نام مرفوعاً على الأرض غير المجرفين بناموا على الأرض قرر ريح كنا عند أبي رحمة الله على أبي وأمي النام على الأرض وما منعنا بحياتنا الارتباع عن الأرض هلأ أنا عبنام مرتفع عن الأرض ولو دعيت أني نعم على الأرض غير قادر لأن إذا عدت على الأرض يتزمتين يحمدوني ابنهم مرتفع نزلت الزيب في الزوء مرضي منعني أني نعم على الأرض أما والله كل حياتنا نعم نعم على الأرض وما في أحنا منهم الأرض التي هي ربت آبائنا وأجدادنا الظلم ما هو يعني بيضرب بيت هذا الظالم لا إذا من هو الظالم الذي لا يعطيك الذي حق حقه يعني بيأكل بغير حساب هذا الظالم أني نفسه الذي يكتفي بالأربع عشر ساعة على كاسة مية أو كاسة مية هذا الظالم أني نفسه تسعان تسعين بالمية من هذا الذي يحتاج لغسيل كلاوي وما هو السبب؟ السبب ما كان يشرب مي كثير ما لي عطشان أنا ما بشرب الزكة عطشان بشرب الزكة ما لي عطشان وعندي برنامج بالماء بالشرب أقل ما يكون من ستة لتمنكسة هذا أقل ما يكون إذا وصلوا للعشرين كاسة يعني شيء يا أخي ما بدي تنفده وأطلع أنا عطوالات ما بها يعني أتاني أحد الأشخاص عنده كمية كبيرة بلورات حمضات الكدس نوع من الرمل الطبيب أطار راشيته الطول إذن عندي أبل ما يجري دوا قلت له خلي الراشيته على جنة أنا سأعطيك دوا ما تتوقع والدوا بتأخذ يقول يوم أربعين كاسة مي وخمس كاسات من هون بتعصر ليمونة بتحط حصرة ليمونة بالمعلقة لكاسة المي ولمدة أسبوعين وبترجع لعندي أرجع لعندي تقوله صار معك حرق أبل بقول قال كثير تقوله خير إن شاء الله لسه ظهرك عمش عقق قال لي لا ما عد في شيء أحد الأشخاص أعمل لتحليل بكرة كم يوم تقوله تغيبني ثلاثة أيام ترجع لعندي لعطي دوا بعض الأشخاص وأنا مريضي ما أمر لعندي غيري بعد ثلاثة أيام أطيته الدوا الدوا يشرب مي كمية كبيرة عشرين ثلاثة أيام كثب اليوم طاط أجال عندي قال لي طالما بدك توصف لي يشرب مي واترك الشاي والقهوة لماذا لم أقلت لي من الأول يوم ثلاثة أيام تركت نعم تألم ماذا رأيكم بهذا السؤال كواقع تريد تعطيني هذه الدوا بطر الشاي بطر الأهوة والشراب كل يوم عشرين لأرعين كاسة مي ماذا شروح تعبع ثلاثة أيام لتعطيني هذه الدوا قلت له بابا أنا عم بشرب بشاي وقهوة ببيتي ماذا ماذا بدي لقد أصل هنا فأنا ثلاثة أيام انقطعت عن الشاي والقهوة لحتى إلا كترك الشاي والقهوة قال لي أبد يقول أنا الشاي والقهوة جزء من حياتي مجرد ما قلت لي بطلتها بدي أعرف ماذا سر أنا ما بحكي كلمة إذا أنا مالي عامل فيها في أطباع على هذا مستوى بذلك الطبيب بأسبوع بطيب لأن الطبيب لا يعطي المريض لا يطبع على حال سمعت هذا كتاوية كان قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين يلي بروح الأردن بروح مشرق يصل إلى منطقة يلي مقلوبة الأرض سقف والسقف أرض أصحاب هذا المقام أعرضوا عن ربهم خالفوا أواما ربهم فالله بعث بحد فيهم من الصالحين قالوا ما جابوا حدا ألب البلد كل رأسا على عقب صارت الأرض سقف وسقف أرض سموها مدائن صالح ما سبب نخالف الأوامر الإلهية فرعون تكبر وتجبر كانقسمنا من أمم كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين يدئجوا باسم السحرة بدوني نقضوا فرعون وسألو أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فإن لكم الأجر وأنتم من المقربين بس أرجونا نجاحكم لما ألقوا بضاعتهم زيد موسى ما معوش لحج العصاية فصارت الحية ثعبا بلعت كل حبال هون والعصي ترحون رئيس هون سأل قال لك يا جماعة هل حي اللي بلعتهم سمنت قال لا 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 كما تحادي تطبيع قال إذن هذه آية من آيات الله ولطالما آية من آيات الله نحن نستسلم بآيات الله فالرعين قال لهم آمنتم به قبل أن أعلمنا لكم لك تأذنهم إنتين سينا مسائلهم يهربوا وين مدن يهربوا البحر قدامهم سينا مسائلهم لا تخافوا الحقوني فأجى الأمر قال له ضرب البحر بالعصاية ضرب البحر بالعصاية فانفتح له 12 طريق و12 طريق اللي انفتحوا ما كان منهم جميعا إلا أن وقعوا في البحر والله جعل من 12 طريق لتأجد موسى وجمعته أعدوا جوا من نصف البحر قاعدين على طريق زفت فرعون وجمعته شابتوا بالقاتل مزفتة فأتوا صاروا من نصف البحر بدون أن يلحقوا سيدنا مسائلهم هو وجمعته انهار الطريق صار بحر فغرق فرعون ومن معه ضرب البحر ضرب الثاني يرجعوا طرقات نجا سيد موسى ومن معه استحرى لكان فرعون يعتبر انتحرة لأنهم آمنوا بالله ورسوله أخذوا أجرتهم سلموا الملك بدأت فرعون هل الله حكيم ويعطي من يستحق ويحلم من لا يستحق من قضى نهمته ثمته في الدنيا حيل بينه وبين شهواته في الآخرة في الدنيا ترف لكن ما هو الترف ما هو الترف يعني إذا إنسان منعم وعنده نعم هل هذا لا ترف وين الترف لكان كان شيخنا الله يضعون يقول الترف غمض الحق الحق أن نعيش حياة برضاء الله عز وجل عصينا الله في ترفنا أما بني سأل سؤال حدا منكم يعرف حدا من المترفين سألكن عليهم يوم الخميس عدد كبير من التجار وين الأهاوي أكدوا شرب بالقهوة يبهوت الخميس بيطلعوا الجمعة سعشرة في صلاة جواب القهوة أخذوني على قهوة جئت لصعب القهوة تدعوا في محل الصلاة عندك في غرفة بزاوية الإهنيك رحوا صلوه تسع خمس زلم سلزلم هالبشر وين بدون صلوه ما حدا بيصلي هذول أهل الترف فرحوا بدنياهم وأهملوا آخرتهم هذا معنى الترف أما الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها هل هؤلاء من أهل الترف ولو كان بيملك مليارات ما اسمه الترف الترف غمض الحق الحق نأدي الصلاة أو نهمل في بعض منهم مصلين قال لك أخير أنتم يوم الخميس شو بساوه في حالكم قال والله منخضيهم قضاءا شو قضاءا أنا بالمستشفى بدون دخل على العملية صليت بالظهر والعصر جمعتهم من شان إذا دخلت على العملية ما أكون قصرت بصلاة لما طلعت من العملية قضيت صلاة العصر بعد المغرب حتى أطلعت من العملية وصحيت أني صليت العصر مرتين خوفاً من أن أكون قد أخطأت للواحدة أدركت التانية قل قل يا إنسان من حرم زينة الله التي أخرج جباده والطيبات من الرزق من حرم في أحدا محرم عليه لبائد الطعام ما معرف في أحدا مكان محرم عليه لبائد الطعام تاكر ضمن طاقتك الذي تحسين عليه يساوي لكن الناس اعتادوا على أكنسة أنا اشتغلت من مطاعب فاصولية حمضت كب المرأة وغسل الفاصولية وضعت لها ميز بين دورها جديدة وغليها ونزلها لا تعمل فيها شيء أنتم إذا أكلت حمضة تكبوها فالك المطاعمة تكبوها أنتم تكبوها مرأة كنت بعدها وقلبت بالي لا يأكل والله أكل منيع قطر نيج جبني دقيته بسبالي جبته على البيت شعفة الجبنة لا تنمسك من قلة الملح هالطة الجبنة وطال عريحتها شعفة وفية قبعد بالي لا 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 أنا لا أعني شيء ينكب صبيتهم بالشاشية لا نشفوا رشيتهم ملح حركتهم حطيتهم بواعة انغمروا بالمي رجعت صبيتهم ثاني مرة ما عد في شيء يعني مغسلوا بالملح لكن صاروا مع الحين كديان جبنة مع الحين ماذا بدعمت فيه هنا مين من كان يعرف انه يتصلح أو ينكب مع الحين ملحين كبيان ريشة حلوة حطيتهم مع بعضهم عجنتهم لأنهم جبنك بارطين صار ملح منطقي ثويت عجين بلا ملح ثويت ثويت فطير منها قال لي شيء طيب ما عنا شيء نكب أنا تعلمت لمشأت بالمطائب ما في شيء نكب لحنة ريحة الأنتان طلعت منها قال لي هذا أنا أرى جبتهم قال لي حطهم بواعة رجعت عليهم ملح قال لي ترغلين 14 غبوا ميت الملح غبوا الملح طالعوا ميت الخديم حطيناهم بالطباق لحم نغمر بالمي قمناهم من المي غسلناهم قال لي إذا عاد في شيء ما عاد في شيء قال لي نزلهم تقطعوا لحمة ما شوية ونشكوا بالسياخ ونشووا واتاكلوا ما حد على الشهاد النسوان يا ما بشو بأكل مرمي أنا بقلب زبالة يا ما بشو بأكل بزبالة مرمي ما حرام كنت أنا بفقر وروح لما من الزبال وليب على البيت أكل شيء كب عندي ما فيه إسلام مؤتلاف مال ما بصير هذا مؤتلاف مال اسمه مؤتلاف مال من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق شو أجمل دينة موجودة بالعالم صنع الله مين يعرف الشجر التي صنعها الله بشتة بنعد تحت الشجرة تحمينا من المطر بالصيف بنعد تحت الشجرة تحمينا من الحر والشجرة بنزرعها بذرة بطعمنا جوز الزرعنا جوزة كم قدت جوزة بطعمنا مين اللي كبر الجوزة وطالعها الزرع لله تأكل الحصاد بالدنيا والآخرة نشي سنتين مرأت على قرية القرية لا يوجدها مشموش كل القرية لا يوجدها فيها مشموش مرأت على واحد عندهم مشموش منين قال له هاي الشجرة هل زرعتها مرتك ام احمد رحمة الله عليها اخذت النصب من البستان طالعت على جبعدين زرعت اهنيك وزرعت تينة قالت لي هاي البلد ما فيها المعكولة تزرعون طالع النصب تزرعون بايدها صلى ميت في عشرين تلاتين سنة الى الان الناس عم يأكلوا من ثمار ما زرعت اذرع ايها الانسان من الحسنات تحفظ يوم فقرك الانسان في قبره في افقر منه ما بيمدك شي ازرع يوم نعمك تحصد يوم فقرك في افقر ان الانسان بين يدي ربه تزرعهم تحصد لك وما لازم نزرع حتى نلاقي يا ترى المصاري تنزرع ما بار تنزرع اذا لقيت انسان فقير وعطيته مبلغ من المال يحسن يعيش فيه يا ترى انا باخد المبلغ بذاته عند حضرت الله عز وجل لا كان يعطيني اضعاف مضعفة لانه صاحب الفضل والكرم والعطاء والاحسان والطيبات من الرزق شو طيبات مين بيحتنق لي فيه أطيب من الأمح اشو فيه الأمح العوام من الأمح والعطائف من الأمح والبقلاوة من الأمح ما يكل انا على الطعام والخبز من الأمح فالأمح فيه كل شيء وهل الأمح نعمة نعمة لا تقدى بثمن لكن انظروا إلى عظمته سبحانه وتعالى يلي بذرعوا الأمح وبعثونا يا مين العران حتى ما يأكلوا الأمحات هن يبعثونا الأمحات ويأكلوا بالدرة الصغيرة البيضة تبع العصبير هنا متلذتوا فيها أنا طحمتها وساويت خبز منها خبز يصير أكثر ما يصير وسميك وسميك الناس ما هذا والله شيء طيب هذا طحين الدرة لذلك قال الميت لما يموت يقول له يا أكل الدرة يا أكل الدرة الآن ترى إما أن ترى نعيما أو هذه جورة موجودة عن كل منكم بس أنا صعب عني يحكي اسمه وما بحد منها وخالي منها قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون هل أنتم تعلمون أو لا تعلمون أنا ما بعلم هل أنتم تعلمون أو لا تعلمون شو برأيكم تعلمون أو لا تعلمون كذلك نفصل الآيات لمين لقوم أنتم لقوم هل لا لكن قوم يعلمون هل تعلمون الحقائق وتثيرون عليها أو تعلمون الحقائق وتخارفون شيخي شو أي الحقائق حكينا ياها هل الصلاة حقيقة في وقتها كلكم تأدوا صلاة في وقتها فيها الحارة ولا أكثر بينكم يأخروها وهل أبصلي ولا أخلص الغسيلات ولا أخلص الطبخة ولا أخلص الكناسة ولا أخلص بعدين عاصل مصال الضر أبصير ما يكون هل غلطان فيها الحارة شيخي يسترنا والله يصير هيك وأكثر من هيك والله ياما الظهر ترى علينا لكي نلحي الطبخ ترى علينا الظهر إذا أجل ساعتين يكون أجل جاهز ياما ياما ترى علينا الثلاث الظهر ومن سنقضيها الحريص على الصلاة على وقتها هؤلاء القوم الذين لا يعلموا الذي يقرأ القرآن بكل يوم أقل 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 جزء في اليوم يأني ما يلحي ولا نصب جزء هذا من حرم زينة الله ويقرأ جزئين وثلاث أنا عندي برنامج خمس أجزاء يوميا لا مقطوعة ولا مموعة وكل ست أيام لحيء ختمة تخلص الخدمة يبدأ بالتانية عايش مسدور لا حالي يلي ما يكون على هذا المستوى دخيل لك يا شيخي إدعينا نكون معك بكرة كثير بنقوة طيب كونوا معي بالدنيا من كحكايتي بتكونوا معي من خالف من خالف بالأخطاء والبعد عن الله عز وجل دخيل لك يا شيخي إدعينا نكون معك منين تكونوا معي منين لا يمكن إذا ما بتطبق الأعمال اللي أنا خايم بها ممكن نستاوى بالعمل نلتقي مع بعض يعني جابت هذه الورقة ليس الحال قد يا الأمر قال دلت الآية الكريمة على أن من تمتع بالحلال الطيب في الدنيا لم يحرم من الطيبات في الآخرة إذن الحبر على الحلال في الدنيا يضمن لكم الآخرة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكرمكم في الدنيا والآخرة عزي عزي إيماني لقضي قرآني وسلوكي أده ربي رباني الله اللهم رادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي لقضي قرآني ترجمة نانسي قنقر